هرير، وتم نحكي عنك أنت وإسمك ونتذكر حكماً بيروت الجميلة العصر الزهبي طبعاً لبنان يعني أحنا في بريس كانت بيروت كل شي فان صار، مغني صار فنان الرقاصة فنانة ما بتستأذى إذا بتقوله مغني كأنه عم تسبه ما أنه مغني فنان الرقاصة ما بتقول رقاصة فنانة الفنان بيبدع، بيخلق، هيدا الفنان كان فيه مثل مسابقة لتزيين الأصر الجمهوري يلي كان أصر نورا وكانوا أشغال العامي عاملين مثل مسابقة بدون يزينوا الأصر بجداريات وجيبوا الجوري من فرنسا فتت بالهايدي بالمسابقة كانوا طالبين ثلاثة مواضيع بعد جمتين بتالفنوني باللهين صورك ثلاثة لوحاتك أخدت الجوائز الثلاثة أحلامك؟ هل بعدها شاب بيصبية نظرة؟ عندي مثل فلسفة أنه موصلت أنا برأيي له هلأ موصلت كل يوم بقول بعد بدي أعمل بعد أحلى وأكتر لما الفنان أو الرسام أو النحات لما بيقول أنا وصلت بيكون موصل بيكون انتهى لازم عطول يكون عنده هالشجن للحب للحياة هرير مرحبا وأهلا سأل فيك بحديث من حديث مع ريكاردو كرم أنا السعيد أنه عم برجع ألتقي فيك بعد وقت طويل أنا زي ما لتقينا أنا وعيد طبعا على هدني واسم هرير مال الدنيا وشاغل الناس اسمك وينما كان لوحاتك بكل البيوت في بيروت وفي الدول العربية وطبعا من ثم لوحات شفتها بموناكو بجنوب فرنسا بكاليفورنيا ودول مختلفة هرير أنت ما بتشبه حدا أنت هرير شخصية خاصة شخصية مختلفة وشخصية قدرت بنية هالي حول اسمها بعد مرور هالسنوات كلها هرير هالسنوات يلي رسمت فيها على الكنفاز أحلام، هواجس، أفكار، مخيوف هل بعض الشغف نفسه أمخف مع الوقت؟ أول شي مرحبا واشتق ديلا كتير بتذكر كنت من أول يلي أيام التليفزيون لبنين والكنال تسعة وكنال سبعة كنت عندك برنامش كنت عملت لي كذا مقابلي كنت على الفن كنت أكتر شي على الفن والرسم يعني وبقى هالك كتير مبسطت وأنت كمان ما تغيرت وأنت كمان مميز لأيلي يعني بنسبة لأيلي ريكاردو تسلم على خليك لا نحكي عن أنه أنا ما تغيرت يعني بس عم بشتغل أكتر مع الكبر مع كبرتو وهي بس عم بشتغل أكتر وعم بعطي أكتر ويعني بعدني هلا أميركا برازيل يعني هلا بيروت شوي الحالة شوي يعني هيكي ريئة رجعت يعني عم كمل مشواري بأميركا كاليفورنيا يعني عملنا بلونج بيتش عملنا بلوس انجلس عملنا ببسادينا وعملنا بسيد بيتش هلا عندي مشروع بلوس انجلس مع المصولية اللبنانية وتيكيان فاوندايشن رح يعملوا شي يعني هيكي للبنان يعني وقصر هنهولي كلهم أرمن بس أرمن لبنانية يعني ما نعمل شي للبنان بطريقة يعني حلوة إنه الفن بلبنان وصار عندي صار كتير فانس بأميركا وأكتريتهم أميركان يعني مش اللبنانية أو أرمن كلهم يعني كتير ماشي كتير منيح ويعني عم نشتغل وأنا بكمل بس ما عبدر أشتغل هونيكي شي نقصني الشمس هو أنا شو شغلي أنا هو الشمس من خلال الشمس يعني اللوني هو من الشمس وأنا عالمي هو كله الألوان يعني والألواني ما بيجو إلا من الشمس بقى بلد الشمس هو لبنان بقى هطول عم برجع وعم بشتغل هون بقعدش ثلاثة الشهر هون برجع بروح على أميركا على بريزيل على لندن على أبو دبي يعني عم بعمل شوية متل ما بيقولوا لها هرير بتوعى الصباحة أن بتطلع من شقتك برمة البيضة على شط رمة البيضة بتشوف هالبحر وزرقة البحر بتطلع أبعد من هيك بتشوف الشمس صباحة عم بتشرق والمساء بتشوفها عم بتغيب بتطلع بتلاقي الأفق كتير كبير وكتير واسعة بتشوف أنه هالأحلام فيها تكبر خلف الأفق هيدا أحلامك هل بعدها شابة صبية نظرة؟ شابة بشأ أنا جواتي بعدني شاب يعني ضليتني ما وبعدين عندي مثل فلسفة أنه موصلت أنا برأيي لهلا موصلت كل يوم بقول بعد بدي أعمل بعد أحلى وأكتر لما الفنان أو الرسام أو النحات أو ممسل يعني بس غير يعني غير جو غير هيدا بس لما بيقول أنا وصلت بيكون ما وصلت بيكون انتهى لازم عطول يكون عنده هالشجن للحب للحياة لللون كل واحد عنده شيء عطول بكمل بكمل وبتل ما قلتلي رملة البيضة أول شيء أنا خلقت على الزيتوني حد البحر يعني كان بيتنا مثل ما بيقول الفرنسيوي كان البحر تقريبا بيدقر بيتنا يعني كان في حدنا مطعم حج داود فهذا البيروت الأديم يعني يعني جادة الفرنسيين كان هالجو الحلو البيروت الأصيل يلي ما بقى موجود يعني هلا خلاص صار زيتوني يلي كان زيتوني صار زيتون أبي أول كان زيتوني مع الصيادين ومع الجو الحلو وهالتراس ومع هالكابريات الحلوين منصور وليدو ما بعرف شو كان كده صغار بس كنا نشوفهم يعني نمرق من حدهم كان غير شي يعني لبنان كان لبنان وحتى سان جورج ما في غير سان جورج ضل يعني هوني كان حدو كان في لتوال وحدو كان في ما عشي طبع الكنيسة الإفانجيليك طبع الإنجليز وكان في شو كمان كان في قبل كان في مطعم البحر اسو ولا بيت التويني كمان كان هون بشو كان بيروت كانت تاخد العائل وتطلع من حدنا لفهم تنزل هيك شوية بتصير ببي بدريس وتطلع لهن تب وادي أبو جميل بتروح يعني غير بيروت بقى رخلت يعني حد البحر وضليتني حد البحر وبيتي قريب للمحر بشوف البحر كل يوم بشوف الغروب بشين الشروق من الشرق والغروب من الغرب أكيد بقى بشوف كل يوم بقى كنا بمطعم بماليبو بأمريكا واسمه سانسات سانسات بحيدة سانسات ريستورانت راست سانسات أخدوني أنه عزميني على بك بنا نشوف كيف ضيقه كيف ضيقه بالشمس أنه بده يشوفه نطرنا 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 أبو خمس ثواني شبنا شوي الشمس أنا ببيتي كن يوم بشوفه من ساعة أربعة إلى سبعة بشوفه زائد من الغروب شوف كيف لقلهم أنه بتعرف الأمريكان أنه يعي أنه واو وهيك تعرف كيف عندهم هالطفولة بالأمريكان عندهم هالطفولة وهالبراءة بقى هيدا بخلينا نفكر ونتذكر أنه نحن في عنا نعم كبيري بهالبلد هالبلد برغم من كل مشاكله برغم من كل نقمات الحياة علينا في عنا بلد فريد من نوعه في عنا طبيعة ما فيش بوزية جمالا بغير محلات عنا شعب متجدد دائما شعب حالم دائما وعنا طبعا بالجينز طبعنا هذه القدرة على مواجهة كل المشاكل وكل الخضاط وعلى أنه نوعه كل يوم مع حلم جديد مع فكرة جديدة هرير وتم نحكي عنك أنت وإسمك بيظهر منتذكر حكما بيروت الجميلة بيروت قبل الحرب أنت عرفتها وأنت ممكن ما رسمتها مباشرة لكن رسمتها عبر لوحاتك يلي كلها إيجابية وكلها أبتسامات عصر الزهبي طبعا لبنان كان يعني شيء يعني مش معقول كان تشوف يعني كانت يعني أحلى مباريس كانت بيروت كان أحلى ناس يجوا يعني بتذكر لما عملوا البال دي بيوتين دي بيوتين بلان بيوت الدين جيت سات الأوروبي كلهم أجوا لل يحضروا الحفلة للبال للحفلة هايدي كان في إيراد فرنسنبرغ ويعني كل هيدول جيلدين شابلن شابلن وبعدين كمان بريجيت باردو وفرانك سيناترا يعني شو بدي لكلهم يعني كان لبنان إنه شيء إنه يتوزد لإيلون بيقولوا سويتسرلند بس مش معلقة خاصة لبنان أحلى من سويتسرلند أنا برأيي لبنان أحلى بلد وأنا بفتخر إنه جينا نحلى كأرمني ويعني أهلي أو أجداء جديد يجوا على لبنان وعشت أنا فيها وخلعت فيها هيدا يعني شيء وكل يوم بسكر ربي أنا خلعت لبني أنت عرفت أيضا الثورة النفطية بالعالم العربي نعم أنت كنت دائما في المملكة العربية السعودية ركمت صداقات مهمة كتير مع العائلات الكبيرة هناك ولسيما مع بيت أدهم الشيخ مع الأدهم طيصل بن فهد يلي هو عزمني أول مرة عمز معرضي هو كان رئيس رعاية الشباب ابنه لملك فهد يعني ووقتها أول معرض كان عم بي نعمل بالسعودية كان ووقتها كان موعد المعرض 75 وما حدو نقال للي كان بالأنتركنتينونتال ما كان في غير هالأوتيل كانوا عملين ليه بهذا الأوتيل بجده لا بالرياض 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 ووقتها كمدو يفتتحوا الملك سلمان بن عبد العزيز بقى وصلنا وبلشت هيدا تين يوم صار قتل الملك فيصل ووقتها 75 ووقفنا رجعت أنا بعد ثلاث شهر كان لا شاء يعني ما صار شيء رجعنا عملنا المعرض وفتتحوا ملك يعني الأمير سلمان كان أمير رياض وفيصل كان أول معرض عملته بالسعودية ومن خلاله تعرفنا على بيت فرعون يلي بجنن بيت أدهم كمال اشترى تقريبا نص المعرض هو كمال ويعني والملك يعني كان كتير حلو معرض حلو ويعني هني الهلا بيحكوا إنه هرير كيف هالمعرض يلي أول مرة كفنان عربي ولبناني عمل معرض بالسعودية وبعد يصار في صداقات كتير يعني مع سعوديين أمرا ناس من أصل سوري ناس من أصل يعني فلسطيني لبناني هرير طبعا اليوم بعد 50 سنة تغيرت المملكة العربية السعودية تغيرت واليوم طبعا أصبحت محجة إلى كل الناس وطبعا رواد اقتناء الأعمال الفنية اليوم عندك كلها الفيرز سواء بدبي بأبو دبي بجد قريبا قريبا في الرياض طبعا بالبحرين أيضا مزبوط هل اليوم بتحب أنك تكون موجود أنت بها الأماكن هايدي وأنك تحكي اليوم جيل جديد جيل شاب مختلف عن الناس يلي عرفوك يلي عرفتون يلي بنايت باعت معهم أنا بحب الشباب كل عمري مع الشباب أولاد أولاد أصحابي أولاد 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 بيحصوا بيقولوا لأ عمه رير كثير كأنه مش بنعمر كأنه يعني أنه بضل يعني أنا بحب الشباب وبحب شجعهم يعني لما فنان جديد بيكون عبر عشرين سنة اثنين عشرين سنة بيكون يعني بيحب شغلي أو بيجرب أنا بيساعدهم ويعني بعملها يعني بالخليج أكيد يعني عملت بدوباي مع محمد بن راشد وقتا وعملت كمان شو اسبي مع كوليكتر صاحبنا شو اسمه أنور قرقاش 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 أنور كمان هو بيحب شغلي كتير وعملنا بأبو دبي اليوم طبعا هرير عم نعيش ثورة فنية لمثيل لقلب العالم كله اليوم كل إنسان صار فنان أو فيه يكون فنان اليوم الفن ما عد اليوم حكر فقط على اللوحات ومنحوتات اليوم بين الانستيليشنز اليوم بين الديجيتال بين ما شاء الله يعني كتير الشيء يعني وبنفس الوقت اليوم نشوف دول المزادات الفنية من كريستيز من فاظبيز متساء لأوية إنو هالأشخاص ما عندن هالموهب الفذي لكن بتم الريهان عليون وتصبح أعمال وأسعار أعمال عند قيمة لمثيل ألا في يعني تسويق كمان وفي تجارة وفي يعني ناس عم يعني بيع عم يشتغلوا لناس يعني إنو معينين و يعني أنا بشوف إنو شي منيح هذا هذا شي كتير منيح إنو بعد في ناس عم بيهتموا بالأرت وبالفن وعم بيصير مزادات حتى بالبناء مزاداتهم صغيرة وهيك ناس يعني عم بيبيعوا مش عايزين مصاري بس إنو كمان في حركة حتى بلبنان عم بحكيك ما عم بحكيك عن سولت بيز أو كريستيز بنيويورك أو بلندن أو ببريز أكتر شي لندن ونيويورك بهاي دول المجال بس أنا بمبسط يعني إنو كتير يعني عم بمبسط إنو شي منيح للفن للفن لشين فانصر كل شي فانصر مغني صار فنان الرقاصة فنانة ما بتستأذى إذا بتقولهم مغني كأنو عم تسبو منو مغني فنان و الرقاصة ما بتقول رقاصة فنانة يعني ما عم بفهم يعني ليش يعني شو عم بنسبو إذا منو مغني أو ممثل فنان كله الفنان بيبدع بيخلق هيدا الفنان إنو أكيد فيه فن بكل شي بس هيدا يلي أنا مني كتير يعني مني ما اتفق مع هال تسمية هالك تسمية هيدا إنو فن 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 فنانة وفنان وما بعد شو هيدا إيدي تفق في كل عمرة ما كنت فن ما يولو فنان لغراند شانتوز إيدي تفق لشانتوز كيت مغنية ما في لا ما بيصير مغنية إنو رخيص ما بيصير إنو متغني شير يعني هيدا اللقب و هيدول هيدول الأشياء السطحية هيدا يلي بشع لما بشع هيدا إنو بيستحوا إنو لأ ما بيصير إنو هو هيدا وكل واحد عنده لقب ما بعرف شو كانوا بالسعودي كانوا سمولي مرة تحطوا هرير بذول أنامل الذهبية قلت له الدخين عرضك ما تحط اللي اسمي إزا وإزا ما بحب أنا ألقاب أنا هرير وبس فنان رسام وخلص أكتر منك ما بدي زود إنو أنامل الذهبية مش أنا مش تعمل الذهب بقى كله هرير أنت طبعا نجمت وتعلقت مع جيل الرواد جيل الكبار أنت بزمانك من شفيق عبود إلى يجاد كلان إلى ناديا سيألي إلى إبات أشأر الحقيقة كانوا أساعد لما أنا كتب الأكاديمي اللبناني أنا عمست أول شي هندسي هندسي ديكور عملت كان في هندسي أرشتكتور كان في أرشتكتور انتيريور وكان في البنتور البنتور كان يعني حر يعني بتقدر بتعمله في كتير ناس كانوا يشتغلوا يجوا بعض الشغلون يكملوا يعني يعملوا يدرسوا شو هو شو هو الدرس بالهيدا تعمل ترسم الجسد الإنسان هو أصعب شي وأحلى شي ويعني لتوصل إذا بتقدر ترسم جسد الإنسان أو المرأة أو الرجل هيدا هو أهم شي أنا كنت نخلص يعني الصوف يبقى يخلص على أربع من عبوكا 8 إلى 12 من 2 إلى 4 أنا 6 رجع أجي أعمل أتوليي فوق كان في الأتوليي وكان في مريم وكان في واحدة سودس مكاتي نرسم ورات يعني موديلز موديلز وكان يجيبوا رجال كمان نرسمهم مشان هيدا كان أهم شي لتتعلم ترسم ترسم الجسد ترسم الإيدين ترسم الإجرين هيدا هيدا كله بيساعدك بعدين ترسم عندك بعض هو أهم شي يكون عندك بعض بقدر تقدر تعمل خير زيح إنه هيدا أبسري خلص أنت مقتنع فيه بس إنه لازم يكون عندك background إنه تعرف ترسم أنا أنا بقدر أعمل portrait يعني باب يعرف أرسم يعرف كيف لا أوصل إنه بقى كهيك ووقتا كانوا يجوا كانوا يجوا يفطلوا علينا جون خليفة كان فيه كان فيه بول وشفي عبوت قبل ما كان بعد ما كان رعا فرنسا يعني كان هيدا ومين كمان كان فيه نمو نمار كان كأستاذ رسم كان أحسن واحد لأنه كان يجوا يطلوا علينا هيك يبرموا يبرموا ليقبضوا آخر الشهر شهريتهم ما يعطوك أي نصيحة ولا شي ومسيو نمار ما كان يعني مشهور بس كان أستاذ بيعلم بيعلمك مرات فيه رسمين كأستاذ بيرفك بس كفنانين ما أعطوا الشي ما وصلوا للشي بس كان كأستاذ كان أحسن واحد كان فيه عنا واحد كمان كارون فرنساوي كان كندي وكان عنا كمان فرنساوي بس يعني كان جو حلو كتير أنت انت لقت وطبعا اسمك مثل ما قلتها بشوي وصل إلى مصافة النجومية بين كل هؤلاء الكبار أنت عرفت هالكبار عن قرب أصبحوا أصدقاء تنفستوا بالمعارض كل واحد طبعا بأسلوب مختلف اليوم الزمن تغير كان بالماضي فيه اثنين أو ثلاثة أو أربعة جاليريز اليوم بكل شارع عندك جاليري عندك اليوم حفل يقام هنا وهناك بالماضي كان حفل يجمع كل بيروت لأنه كان حفل يصير مرة كل شهر أو بالموسم يصير مرة وحدة كل شي تغير هل بتحن إلى ذاك الزمن أكيد بحن جاليري وان بحب ليوسف يوسف الخال الشاعر يلي بتح هو وهلن هلن يلي اكتشفتني هي اكتشفتني كنت حاطت أنا لوحات بزي سيرسوك وقتها كنت هيدا وأخدت الوقت الجائز معرض الخريف معرض الخريف طبعا ما تحفصه وشفت 65 وقتها نعم يمكن فتحهما بال65 وقتها انت بتقى أقوى مني بال هيدو بالتواريخ ايه بالتواريخ بقى هي اكتشفتني وقالت لي بدنا بدنا نعمل شي هيدا أول سنة كان بدنا نعمل شي بدنا اياك أنا عم بفتح جالوري مع جوزي هنيك الشيرة فينيسيا اسمه وفي فنانين كبار يعني جوليان نصارو في الله يرحم بول جيرا جستيان سعيد عائل يعني هيدو الكبار وعملين صالة للنفس الجديد روح جديد يلي عندن موهبة انه هني نقو ذات السنة أنا بوقتها كان في مثل مسابقة لتزيين الأصر الجمهوري يلي كان أصر نورا مشان كانوا ينقلوا من انطاري وعملوا أصر نورا أصر نورا كان هيدا للرئاسة وكانوا الأشغال العامي عاملين مثل مسابقة بدون يزينوا الأصر بجداريات يعني تابسخي تابسخي وجيبوا الجوري من فرنسا فتحوا المسابقة للكل للفنانين ومما بدون بيقدر يعني فنانين مهنزين ديكوراتورية يلي بدون وأنا كمان يعني يعني فتت بالهايدا بالمسابقة وجيبوا لورسا بيكار لدو ووجنسكي أكبر في فرص أكبر فنانين بالتابسخي بالعالم كانوا لورسا وبيكار لدو هيدا وجيبوا كا جوري وانا يعني فتت بالهايدا بالمسابقة كانوا طالبين ثلاث مواضيع موضوع يكون معركة عينزارة شين بدون يحطوها بالصالة الكبيرة ثلاثة متار بأربعة هيك كان اللقياسات ولوحة تانية للغرفة الطعام والثالثة طبيعة يكون لبنانة بأنا عملت يعني قلت بدي أعمل هيدا ورسمت ونبعدت واجه وصع بعد جمتين بتالفنون باللهان صورك ثلاثة ثلاثة لوحاتك أخدت الجوائز الثلاثة يعني بعد بعتت بالأكاديمي ثالث سنة وكنت يعني بلشت يعني بعد ما كنت أخذ الجائزة تبع متحب صرصة كان يعني يعني ما بعرف أنا خلقت أو شي ملاك عطاني هالقوة من أول بدايتي بلشت يعني هرير بتآمن بالحظ يعني بالقدر بآمن مش بالحظ يعني القدر والحظ أمام ما هي تقريبا يعني كانت بهالوقت أو نجمك حلو نجم حلو يعني أكيد كمان عندي شي يعني بيكون عندي شوية شي طبيعي بس يا ما عندك ناس عند المواهب وبيت مواهب هون يعني مكتومة ومدفونة مضبوط ووقتها خطوني هوني خطوا لهم لوحة خمسين ليرة خمس سبعين ليرة كان اللوحات يحطونيهم بالعند شو اسمه وأول ما أعلى ربحت جائزة بس كانوا بداي يساويهم عطوني خمسة عشرين ألف ليرة وقتها يعني أنا كنت أخذ خمسين ليرة أو خمسين ليرة بالشهر بنبي بشي نصرف وإذا وبقى يوسف كتير كان يحب شغلي يوسف بالخار الشيعي طبعا غالوري وان إي ومالش تصار في مشاكل بين هلين يوسف وتركوا بعضهم هي تركت راحت رجت عاميركا وهو ضل هو صار يهتم كان عامل دار الشهر وإلا بدك تجي كل خميس كانوا يعملوا اجتماع وشو دار الشهر كان أحلى ناس يعني أباني نظر أباني أدونيس نزي خاطر أنسي الحاج يعني يعني شي كان حلو نغبة المثقفين وانتريجانسية بالبلد يعني مثل كان طبعا كان شو عندي عمري تساة عشر سنة يعني تبانتان تساة عشر سنة كان يتبانوني هرير ورير وهني يبيعوا لك بهالاوخة وعمل لي معرض يوسف هذا يعني وانطلقت فعليا معرض ليلتا يعني شو كان مئة ليرة مئة وخمسين ليرة خمسين ليرة اللوحة بيعوا كله ليلة هيدا شوف انه مثل ما عم بقلك القادر أو الحظ كان الحظ هرير طبعا بحياتك سفرت كتير وجلت العالم ولتقيت بوجوه بارزة وشخصيات كبيرة لكن متذكر أنا دائما كنت تتخبرني عن بعض اللقاءات المهمة اللي أسرت حياتك ببتنسيها أبدا انت لتقيت ب جاكي كندي جاكي كندي ببريز كان عندي معرض في غالورية تورسي في جورسانك في غالورية تورسي كنت عمل معرض هناك وقبل بشي جمعة كان في عشا عند الله يرحمه دانيال أطان أطان بشي جمعة بشي جمعة بشي جمعة بشي جمعة بشي جمعة بشي جمعة إراد فرثمبرغ وانا بعد يعني تعرفت علي بيروت لما كان في لقد أطان لقد اطان أطان تقريبا كنتيس كنتيس لقد كنتيس يعني انه هاي. قالت لها. كانوا عم بيحكوا. قالت لها هرير عم بيعمل معرض هلا بيحوو بداي عن معرض جديد. قالت لها اوه اجي فيها دقيقة يعني راح اجي بكل سرور راح اجي على المعرض. قالت لها دانيل اذا انا ما هدي بيجي معك. ومري وكان شتي وبرت ما كان في تلش بس شتي. وانا بالجالوري كنا قاعدين في ناس يكن عم بيتفرجوا وقاعدين معونا بيسألوني هدا. ما شطالها فاتت جاكلين. جاكلين دريب مع واحدة حاطة اشار بل سيكبوت فاروق وويني تصدق. قالت له ديس از سهرير لبناني وهي دعم تحكيها بالانجليزي. قالت لي جاكلين اوناسيس. ما كانت كندي. قالت لي اوه جيم بوكو بحب تير شغلك. بشان انا جاوذي يوناني. وفيه روح الايكوني بشغلك. تعرف انه الدهب وهيدا. وهيك تعرفنا على جاكلين. وقتها اخذت لي بدي اخذ لوحدين لجاوذي مشان بيحب هالستايلك كتير يعني هيدا. وهيك كان جاكلين. هاي موهيدا. وغريس دو موناكو كمان تعرفنا عليها بالشيخ خليل. بمونتي كارلو. هادي كانت مغامرة. احلى شي في خليل. شيخ خليل الخوري. ابن الرئيس جامورية البشار الخوري. سير صحبي انا ويه ومرته حبيبتي دانيال. وفيديان. وفيديان غاني. قال لي خليل تجي معنا على منتقال في البال دي بتي لبلان. قال لي لا خالط. البال دي لك روح روح. دي لك روح روح كانت. وغلنا فيا فرانك سينات روح. روح روح. انا عم بخلط. بقا رح. انا رحت عا بريس. هني ديجا راحوا من هون دغري على منتقال. ما هو صحبي كان. خليل كان كتير صحبي مع. الامير ريلي. وانا. وكان في. مين كان بول ملحمة. مش بول ملحمة. شال ملحمة. ببعا مت ملحمة كمان. يعني مع الظنون. قلت له كيف نروح. ما في محلات هذا. اخلنا طيارة خاصة. طفظة. ما في ملحمة. ما في ملحمة. وخليلنا في طريق تيجي وعاك فيها من الصلح. ووجت هي وهي سيارتها. سيارتها كدس وكادي لك. كادي رويس. الكادي رويس. وحطي هجل تيجي. لا عارف لما بينزلوا بصورين. ما بعرف شو. يعني ايام حلوة. يعني عشت ايام كتير كتير حلوة. بشان هدف قولي انه كان العصر الذهبي. هرير بتحكي دايما عن ذكرياتك بابتسامة وبفرح. عشت لحظات فرح كتيري. لكن هل كانت فعلا حياتك خالية من الدموع ومن الحزن من الوجع ومن الألم. لا ما انا انا شخص ايجابي. انه لما بحس انه في شي سلبي بعد عنه بزيحه. انا انا شخص بجذ هيدا مشان هيدا بضلني هيك. بقيش وبحب الحياة. شو اصعب تجربة ما رأت فيها بحياتك. الحقيقة كله ما يعني ما كتير يعني ما مصر. ما الحقيقة ما لا شي. ما في شي. كان اهلي كتير يحبوني وانت ربيت باهل كلهم محبة وامي او باي او اخواتي كلهم يحبوني واصحابي. يعني ما حسيت بشي يعني ما بعرف هيك ما ما في شي بقدر اقول عنه انه ما بعرف متل شو يعني اشياء صغيرة مرة بجوزة. هرير لو بك تغير شي بحياتك. لو عندك الفرصة تغير شي بحياتك شو كنت غيرت. في اشياء بغيرها. في اشياء بغيرها. بس ما بعرف يعني انه بس انا مقتنع من حياتي هلا. اهم شي انه يوم من الايام نروح يعني هيدا يعني وعملت شي انه الموت لقلي عملته صديقي يعني. شي نهار بده يصاحبنا هو بده يرفقنا. بقى صار الموت كمان صار صديقي بروح معه. ما بيخوفك؟ لا ما بخاف من الموت ابدا. بتأمم الحيات بعد الموت؟ يعني ما بعرف هيدا كتير هيدا ديلم كتير تير تير صعب لقلي. بس يعني ما بعرف انا بقول لا ما في شي بعد الحياة. خلص رحنا. هالفكرت تكتب مذكراتك؟ لا ما بخمن. طلبوا مني بامريكا في شخص صاحبي كتير مالك رحباني بكتب هو ابنه لمروان. ومثل هلا فيلم وكتير يعني كتير قربت منه هو مرته كيربي بجننه يعني كتير هيك. عرفت عليهم يا ربي. ايه عرفته كتير لذيذ مالك. وبيدف يعني وشاعر وبيكتب. قال لي ليش ما بتكتب؟ قلت له هلا ما بعرف بجون. بقال لي لازم تكتب يعني. يعني ما بعرف ان شاء الله. عجبت لك كتابي. انت ما عندك ايه؟ هلا بدي عملك رسم صغيرة. وديديكاث. هرير اذا بتحب تلغي شخص واحد من حياتك. تلغي شخص واحد من حياتك. ما بلغي حدا. تلغي حدا. لا لا ابدا. ما حدا كان ابدا ما حدا كان يعني. سيئ تجاهك. ما كرهت حدا او كان عدولة لي. يعني ما بعرف ماش ما بعرف بجوز. شو علمتك الحياة؟ علمتني يعني علمتني الحياة انه انه الانسان هو احلى شي بالحياة الانسان. ولونه اسود. اخضر. اصفر. احمر. ابيض. لقلي ما فيه. كلهم لقلي زيت شي. كلهم اخواتي. وبحبهم. مشانهم مثلي بيتنفسوا مثلي. بيشوفوا مثلي. وهذا ايه. انا برأيي انه احلى شي عندي الانسان. انسان يكون بيحبني او ما بيحبني. انا بيحترمه وبحبه. هو احلى شي عمله. فالله هو خلق الانسان. لمين بتقول عزرا. انا غلطت معك. مرات ايه غلطت وكذبت كمان مرات. كذبت بيضا. بس مش يعني شخص معين. ما بعرف ما بتذكر بجوز عملتك غلصات صغيرة. فبعد هالمشوار الطويل لمين بتقول شكرا. يعني ما بعرف. بقول شكرا للبنان. هرير اليوم اكيد في ناس رجعوا استمعوا لقلك وشافوك. واستعادوا معك سنوات حلوة غابرة. وفي جيل جديد ما كان بيعرفك تعرف عليك اليوم. تعرف تقنية البودكاست هي لغة جديدة بيستخدموها الشباب بشكل خاص. لها الناس هولي يلي يستمعوا لقلك يلي يشافوك اليوم. شو بتحب يكونوا فكرة عنك ويقولوا عنك بنهاية هاللقاء. يعني يقولوا انو انا فنين صادق. وانا بحبهم كلهم. يعني بحس انو الشباب هن المستقبل يعني. مستقبل خصوصا. بحبهم بحبكون حدهم يعني اذا بيطلبوا مني شي انا حاضر يعني يساعدهم او شي يعني وما بقصير يعني. انو بس ما يعني بس ما يوقعوا باشياء بشعة. يلي بتخرب لهم حياتهم. بس هاي يعني انو بس هاي. انو بس الشباب بسم الله عليهم عندهم طايرين عندهم شخصية حلوة. وعندهم عم بيخلقوا وعم بيبدعوا. بس ما يروحوا من هالزواريب البشعة يلي عم تخرب لهم حياتهم. ان شاء الله. هرير انا مبسطت كتير بهالحديث. من الحديث مع ريكاردو كرام الساعدي. اللي انا يعني رجعت شفتك بعد فترة كتير طويلة. ما انت من اللي يعني ما فيك. انا يعني ما بقدر. انت متل خيلة إلي يعني متل تحسك عائلتي. تسلم الله خليك. حبك ريكاردو كتير. وقالله يوفقك وعطول بروغراميتك بيجننه وشوف كل العالم شو بيحبوك بامريكا. تسلم. انا بيتمنع. وحتى الانصل حكيني عنك ساركيس. اللي ريكاردو عمل فزا عدني هوني عملنا شغلة بتاخذ العقل. برافو يعني. ويعني لازم يكون عنا كم ريكاردو كرام. هادي هادي بحبتك شكرا. بتمنى دايما انه تبقى بالصدارة هرير وتبقى اعمالك دايما عم تعطينا نفحة شمس نفحة دفا. ودايما عم تبتش صدورنا بيدهب ها التراب. بتراب هر وطني اللي انت بتحبه كتير. جري كلنا ما نحبه من عشاءه. مرسي كتير. مرسي تسلم. الى اللقاء.